السلام عليكم إذا تناولت الجوز قبل النوم بثلاثون دقيقة شاهد هذا الفيديو وتعرف على ماذا يفعل الجوز في جسمك وأنت لا تعلم ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب حتى نستمر بنشر المزيد من الفيديو هات فوائد الجوز لا تعد ولا تحصى فلن تصدق ماذا يحدث لصحتك عند تناول الجوز يوميا حيث تعتبر المكسرات من أهم الأطعام الغنية بالألياف ومصدرا جيدا لمضادات الأكسادة والأحماض الدهنية غير المشبعة كما تعتبر أيضا طريقة رائعة لاستكمال نظامك الغذائي بسبب العديد من الفوائد الصحية التي يتميز بها الجوز وبالرغم من الفوائد الكثيرة للمكسرات إلى أن الجوز خصوصا تتجاوز فوائده كل المكسرات الأخرى حيث يحتوي على وفرة من البوليفينول والتي تتميز أنها مضادة للأكسادة ولها فعالية عالية والتي تزيد فعاليتها بمقدار أكبر 15 مرة عن فيتامينها والذي يعتبر من أفضل مضادات الأكسادة ذات الفاعلية العالية والآن سنقدم لكم الفوائد الصحية للجوز يوجد العديد من الفوائد التي يجنيها الفرد عند تناوله للجوز ولن تصدق ماذا سوف يحدث لصحتك بعد تناوله وفيما يلي نقدم لكم أهم فوائد الجوز التي يتميز بها ومنها ما يلي الحفاظ على سلامة المخ من فوائد الجوز أنه يحتوي على مجموعة من المركبات الواقية للأعصاب وتشتمل على الفولات وفيتامينها وكما تحتوي أيضا على مواد مضادة للأكسادة والدهون الخاصة بأوميجا 3 وقد أثبتت الدراسات إلى أن استهلاك الجوز بشكل مستمر من الممكن أن يساهم في الحفاظ على صحات المخ ويزيد من القدرة على التفكير لدى البالغين وكما ثبت أيضا في بعض الأبحاث أن التناول المنتظم للأطعم الغنية بنسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسادة كالجوز من الممكن أن تساعد على الحد من أعراض الإجهاد والتي تحدث غالبا في فترة الشيخوخة وتعمل على زيادة العمر للأفراد ومعدلات الصحة لديهم ويعزز مجموعة الوظائف الحركية والعقلية في فترة الشيخوخة وكما أثبتت بعض الدراسات الحديثة إلى أن الجوز قد يساعد في الحد من خطورة الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الثادي والبرستاتا وفي العموم يساعد تناول الجوز بشكل منتظم في تقليل نمو سرطان البرستاتا بنسبة 30 إلى 40% ومن خلال مجموعة من البحوث التي أجريت على بعض الأشخاص فإن تناول الجوز يوميا من الممكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثادي بمقدار النصف وإبطاء نمو الورم بنسبة 70% فوائد الجوز وتحسين الصحة الإنجابية للرجال لن تصدق ماذا يحدث لصحتك عند تناول الجوز يوميا فمن الممكن أيضا أن يساعد الجوز في تحسين الخصوبة لدى الرجال وقد تم الدراسة قد تم إجراؤها على عدد من الذكور ممن يتبعون نظاما غذائيا محددا وثبت أن إضافة 50 جرام أو ربع كوب من الجوز يوميا من الممكن أن يكون بتحسين الخصوبة لدى الرجال مقاومة مرض السكري من المعروف أن الدهون الغذائية المفيدة في الجوز تعمل على تحسين مستويات التمثيل الغذائي للأشخاص المصابين بداء السكري من النوعية الثانية فالأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد ومصابون بداء السكري من النوع الثاني إذ تم تناولهم لربع كوب من الجوز يوميا فسوف يساعد ذلك في تقليل مستويات الإنسولين بدرجة كبيرة وخاصة في وقت الصيام مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك فوائد الجوز ومقاومة أمراض القلب من المعروف أن الجوز يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسادة والتي تزيد على جميع المقصرات والنبتات الغذائية الأخرى مما يجعلها فعالة وبدرجة كبيرة في مقاومة أمراض القلب وكما أنه من فوائد الجوز أنه يحتوي على أحماض أوميغا ثري الدهنية التي تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول من الأنواع الضارة ويساعد على إنتاج الكوليسترول من الأنواع المفيدة وهذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإذا أعجبكم هذا الفيديو شاركوه مع من تعرفون ولا تنسى أن تضع إعجاب للفيديو واشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لقناة الوصفات الزوجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر